السلام عليكم ورحمة الله أهلا بحضراتكم معايا في قناتي أكلنا بالمصري إن شاء الله النهاردة هعمل كيكة البيضة الوحدة لكن كلها شوكولاتة في شوكولاتة يعني هعملها بالككاو وهعملها بحشو البودنج بين الطبقات وكمان هغرقها من بره بصوص الشوكولاتة يعني كلها من جوه ومن بره شوكولاتة في شوكولاتة لا مش كده وبس وهزينها كمان بشوكولات شيبس يلا بينا نشوف طريقة ومقادير كيكة الشوكولاتة ونقول باسم الله لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو اشتراك بالقناة اللي بيشوفها الأول مرة علشان بإذن الله تجبر وتستمر دايما بتشجعكم أول حاجة هعملها همسح الصينية بفرشة زيت وهبتدي إن أنا أبطنها بالدقيق لكن هستعمل مع الدقيق مع علاقة كاكاو وأنا بضيفهم الاتنين مع بعض علشان لما بعفر الصينية أو ببطنها بالدقيق بس بيبقى لونه فاتح قوي على كيكة قش شوكولاتة وبيتكون شكلها مش حلو ولما بستعمل الكاكاو بس عشان أبطن بي الصينية بيدي للكيكة لون غامق جدا وأحيانا بيمرر بعد ما بطنتها بالشكل ده هفضي منها الكمية الزيادة اللي حضراتكم شايفانها دي وهتبقى كده الصينية جاهزة وهاركن الصينية على جنبه وهبتدي دلوقتي أحضر خليط الكيك وهستعمل كباية واحدة بس من اللبن ومعاها بيضة واحدة برضو مش هستعمل أكتر من كده لإن دي كيكة البيضة الواحدة بعد كده هضف لهم نص كباية من السكر ومش هنزود المقدار علشان إحنا هنستعمل حشو البودنج بين طبقات الكيك هضيف للمقدار ده مع علاقة كبيرة من الخل وكباية إلا ربع من الزيت بعد كده هحط رشة بسيطة قوي من الملح ممكن أن أحطها في المقادير بتاعت الخلاط وممكن أن أحطها مع الدقيقة هستعمل برضو مع علاقة كبيرة من الفانيليا السيلة وآخر حاجة هضفها الكاكاو وأنا هستعمل أربع معالق مليانين من الكاكاو الكمية دي اختياري يعني اللي بيحب الكاكا غام أو طعم الكاكاوبين فيها هيستعمل أربع معالق لو بنحب الطعم بسيط شوية هنستعمل معلقتين أو تلاتة الكمية اختياري زي ما قلت هبتدي دلوقتي حضر كمية الدي ايق وهحتاج لكباية ونص من الدي ايق هضف لهم مقدار معلقتين صغيرين من البيكنج باودر أو نقدر نقول معلقة كبيرة وبعد ما هخلط البيكنج باودر مع الدي ايق كويس قوي هنزل عليه خليط الكاك اللي إحنا حضرناه في الخلاط الخطوة كده سهلة قوي إن إحنا حضرنا المكونات في الخلاط في ثواني الدي ايق جمان جاهز يعني الكاك كده في التحضير مش هتاخد معانا وقت خالص طبعا القلب اللي هنصب فيه برضو جاهز والفرن ضروري أكون مش هغلا من الأول وأنا بصب الخليط في الصينية هنلاحظ إن الصينية حجمها كبير شوية أنا استعملت الصينية مقاس 26 علشان عايزة طبقة الكاك ما تكونش عالية قوي لإن دايما لما بستعمل حشو في الكاك أو بين طبقات الكاك ما بفضلش إن هي تكون عالية قوي لكن إحنا لو حابين إن الكاك تكون بحجم أكبر من اللي أنا هستعمله ده نستعمل الصينية مقاس 24 وممكن كمان 22 كده الخليط بقى جاهز هفرغه في الصينية وهبتدي بعد كده إن أنا أدخلها الفرن طبعا عارفين كلنا إن لازم الفرن يبقى على 180 درجة هنحط اللي صينية على الرف اللي في النص والنار تكون من تحت بس الكاك هيقعد من 35 دقيقة ل 45 دقيقة بعد كده بيطلع وبيكون جاهز بالشكل ده ضروري أسيبه ويبرد على ما الكيكة تبرد هحضر الطبقة بتاعة البودينج وفي حالة صغيرة أو كازارولا هحتاج لأربع معالق من النشا ممكن إحنا نستعمل معلقتين من النشا ومعلقتين من الدي بعد كده هضف لهم خمس معالق مليانين من السكر والمقدار ده ممكن يبقى نص كباية من السكر هضف لهم كمان خمس معالق من الكاكاو لكن مش هستعملهم معالق مليانة قوي برضو الكمية دي اختياري حسب ما إحنا بنحب بس كمية الكاكاو هنا مع البودينج بتادي طعم حلو قوي نقدر إن إحنا نقللها شوية في خليط الكيك لو مش حابين إن الكيك يكون غامق قوي وهقلب المكونات الجافة كلها مع بعض بعد كده هضف لهم إقدار اللبن وأنا هستعمل 3 كبيات من اللبن نقدر إن إحنا نستعمل مج الشاي ونحط كبايتين ونص لإن الكباية اللي أنا استعملتها دي حجمها صغير شوية هقلب النشا والكاكاو والسكر مع اللبن كويس أول خطوة دي مهمة لحد ما يضوبوا ما ينفعش إن أنا أرفع المكونات على النار علشان ما حصلش فيها تكتلات بعد ما الخليط يبقى ناعم وما فيش أي تكتلات خالص بعد كده هرفعه على النار وضروري في البداية النار تكون عالية لكن أول ما يبتدي الخليط يتقل شوية نخلي النار هادي خالص علشان النشا ما يعملش تكتلات وضروري إن إحنا نقلب باستمرار وكمان نجيب الجوانب بالمضرب السلك علشان طبعا الجوانب دي بتبقى بعيدة شوية بنلاحظ إن هي بتبقى عاملة طبقة خينة بعد ما البودنج تقل شوية النار طبعا أنا خليتها هادية حطيت مكعبين 3 من الشوكولاتة وده بيدي طعم حلو قوي للبودنج بعد ما يوصل للقوام ده طبعا أنا بسيبه على النار لحد ما يبتدي يعمل فقاقية بعد كده بشيله من على النار وبسيبه يهدأ حاجة بسيطة أنا مش هستعمله هو بارد خالص الكيك كمان بارد الكيك ما يفعش إن أنا استعمله هو سخن خالص ضروري أسيب ويبرد بعد كده هبتدي إن أنا أقسم الكيك لطبقتين علشان أنا عاملاه طبقة رؤياء فالكيك مش هيبقى عالي معايا وطبقة البودنج هتخلي الكيك ارتفاعه كويس لو استعملنا الصينية قرص صغيرة الطبقة بتاعت الكيك هتكون عالية مع طبقة البودنج بعد ما هفصل الكيك بالشكل ده هبتدي إن أنا أرجع الجزء اللي تحت زي ما حضراتكم شايفين الكيك أطرية جداً الجزء اللي تحت طبعاً هو لسه محتوط في القاعدة بتاعت الصينية هرجعه تاني وهبتدي إن أنا أنزل عليه طبقة البودنج وأفردها على النص التحت من الكيك أنا رجعته في الصينية الكليبس علشان طبعاً أنا لم هسويه بالشكل حضراتكم شايفينه تبقى الصينية محكمة وما تطلعش الطبقة برا بعد ما هحط طبقة الكيك عليها هضغط ضغطة خفيفة مش هنضغط جامل مجرد بس إن الطبقة تمسك مع البودنج شوية كده هي خلاص جهزة لو سبتها دقيقتين تلاتة هتبقى متماسكة مع بعض عندي كم مكعب تاني من الشوكولاتة أو نقدر نقول خمسين جرام لو حبينا إن إحنا نزود الكمية ما فيش مانع دي حسب ما إحنا بنفضل أنا استعملت نفس الكازارولا اللي عملت فيها طبقة البودنج هرفع الشوكولاتة على النار لكن هحطها على حمام مية وهضف لها معلقة زيت أنا هستعمل الشوكولاتة زي ما هي بعد مساحة هصبها على وش الكيك لكن لما هتجمد هتكون متماسكة شوية اللي هي طبقة الشوكولاتة هي دلوقتي لسه طرية أول ما هتجمد هتبقى بالشكل ده لو حبينا إن الشوكولاتة تكون طرية فترة كبيرة هنضف لها معلقتين من الزيت وربع كباية من اللبن هتفضل معانا طرية لمدة كبيرة لكن لما إحنا مش بنضيف كمية من اللبن الطبقة بتاعت الشوكولاتة بتفضل متماسكة فضل عندي كمية بسيطة من الشوكولاتة أو صوص الشوكولاتة حطيته في كيس من الأكياس اللي أنا بزين بيها وعملت خطوط على وش الكيك لما بقطعها قطع بالشكل ده الخطوط بتكون بينه وبتدي شكل جمالي على وش الكيك الخطوة دي طبعا إختياري لو حبينا هنعملها وزي ما حضراتكم شفتوا بعد ما صبيت طبقة الشوكولاتة على الوش أنا طلعت الكيك من القلب على طول وحطيته في طبق التقديم وقطعته على طول لقطعه بعد كده بزين الوش بتاعه بشكلة أنا عندي اللون الغامق واللون الفاتح اللي هو بالشوكولاتة الغمقة والشوكولاتة البيضة بعد ما استعملت اللون الغامق حسيت إن الشكل مكتوب قوي فحبيت إن أنا أفتح الشكل شوية بالشوكول الشيبس اللونه فاتح أو اللي بالشوكولاتة البيضة طبعا المكونات دي كلها حسب ما متاح عندنا نقدر إن إحنا نستعمل على الوش قطع من الشوكولاتة المبشورة أو ممكن كمان جوز الهند يعني الممتاح عندنا هنستعمله ده شكل الكيك بعد ما خلص طعمها جميل جدا جدا كمان سهلة في التحضير ما أخدتش وقت طبقة البودنج اللي هو بودنج الشوكولاتة اللي إحنا حاشينا به الطبقتين بتوع الكيك جميل جدا طعمه هايل الكيك كمان بالرغم إن أنا عملته في صنية كبيرة والطبقة بتاعته مش عالية قوي لكنه كان طري وهاش طعمه كمان كان جميل جدا طبقة البودنج كمان مجرد بس ما الكيك بيبرد بنبتدي نحضر البودنج اللي هو بودنج الشوكولاتة علشان إحنا لازم نصبه على الكيك وهو سخن أو دافي شوية ما ينفعش نسيبه يبرد لإنه لو برد هيبقى متماسك ومش هنقدر إن إحنا نفرده كمان الكيك لو حروفه كانت نشفة شوية من التسوية وصبينا عليه البودنج وهو سخن بيخلي الكيك طري قوي إن شاء الله لما تجربوا كيكة الشوكولاتة بالطريقة دي هتعجبكم جدا لكن ما تنسوش لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله